مساء الخير على كل متابعين الفقرة العلمية استكملاً للمنح اللي بتقدمها المملكة العربية السعودية اللي نزلناها الفترة اللي فاتت كمان النهاردة هنتكلم عن منحة جديدة بتقدمها المملكة هي منحة جامعة الملك عبدالله قبل ما نتكلم بالتفصيل عن المنحة بتاعتنا النهاردة بتنسوش تعملوا لايك للفيديو ده عشان توصلكوا كل الفيديوهات اللي بنزلها عن المنح أول بأول ونتكلم بقى بالتفصيل عن المنحة اللي بتقدمها جامعة الملك عبدالله المنحة دي مميزة جداً لتمييز بتاعها كمان إن هي بتكون ممولة بالكامل مش بس كده دي بتبقى شاملة كل المصاريف الدراسية خلال فترة دراسة المنحة دي كمان وقت ما بتقدم ليها عن طريق الانترنت ما بتدفعش أي رسوم والتقديم ليها بيكون مجاني لو هنتكلم كمان عن مميزاتها فالمنحة دي بتكون لكل الطلبة الدوليين غير حاملين الجنسية السعودية مش بس مقتصرة على السعوديين ده كمان لكل الطلبة الدوليين كمان لازم تعرفوا إن المتفوقين في خلال فترة دراستهم لو هيقدموا على المنحة دي فهم المفروض إن هم يحصلوا عليها بجدارة آآ كمان هتحصل على دعم كامل أثناء دراستك خلال فترة المنحة المنحة دي لازم تعرفوا إن هي للطلبة الماجستير والدكتوراه مش للباكادوريوس للطلبة اللي عايزين منح للباكادوريوس يقدروا يتابعوا كل الفيديوهات اللي نزلت عن المنح اللي بتقدمها المملكة العربية السعودية على القناة بتاعتنا كمان بقى من المميزات بتاعت المنحة دي إن هي ملهاش حد معين في المعدل التراكمي يعني لو أنت هتقدم مع ماجستير مش شرط تكون جايب تقدير معين لأن أغلب المنح بتطلب تقدير تلاتة آآ الجي باي بتاعك بيكون تلاتة فهنا المنحة دي ما بتطلبش تقدير معين فدي فرصة كبيرة للطلبة اللي جايبين أقل من تلاتة وعايزين يحضروا ماجستير أو دكتوراه يقدروا إن هم يقدموا على المنحة دي وكمان من المميزات بتاعت المنحة إن هي بتوفر لك بدل معيشة شهري بتوفر لك ضغطية طبية كمان دعم كامل لكل الرسوم الدراسية بتوفر لك عملية التنقل داخل المملكة بشكل أسهل وكمان بتوفر لك سكن ونتكلم بقى على الشروط والمعايير اللي لازم تكون موجودة في الطالب اللي هيقدم على المنحة دي ولو أخلي شرط منهم المنحة دي للأسف هيترفض منها أول حاجة إن انت تكون طالب دولي يعني المنحة دي متوفرة بس للطلبة الدوليين تايل حاجة إن انت تلتزم بكل قوانين وقرارات المملكة العربية السعودية وتكون فاهم كويس قوي اللوايح بتاعة الجامعة آآ ما ينفعش لو الناس اللي هتقدم على المنحة دي إن هي تكون خدت أي منحة دراسية تانية في نفس الوقت اللي انتو بتقدموا فيها على المنحة دي كمان لازم تعدي من الكشف الطبي وتكون لائق طبيا آآ الطلبة اللي هم يحصلوا على درجة لازم يكونوا مؤهلين لها وحاصلين على درجة أما الطلبة الحاصلين على درجة لازم برضو يكونوا مؤهلين للتقدم لبرنامج الدكتورة مهم كمان إن أي تخصص انت هتختاره يكون متوافق مع مجال الدراسة اللي انت درستها في فترة البكالوريوس كمان مهم إن انت تكون حاصل على شهادة اللغة الإنجليزية سواء كان طيفل أو وهنا الجامعة بتطلب درجات معينة في شهادة الطيفل فلازم تكون جايب تسعة وسبعين في اختبار الطيفل كحدة أدنى ولازم تكون جايب ستة في اختبار كحدة أدنى كمان في موضوع درجات فهم بيشجعوا لو انت معاك ده وهيعزز الطلب بتاعك لكن دي حاجة مش الزامية لكن لو هي موجودة فهم ده هيساعدك أو ده يعزز أو هيساعد في قبول الطلب بتاعك بشكل أسرع أما بقى الأوراق المطلوبة للمنحة دي أول حاجة صورة من جواز الصفر أو الهوية بتاعتك بيان الغرض وتكلمنا عنه قبل كده إن انت بتكتب انت عايز المنحة دي ليه هتعمل ايه بعد كده ايه الحاجة اللي هتفيدهم بيها أو هتفيد الجامعة بايه لما تاخد المنحة دي منهم آآ كمان بتقدم خطاب التحفيزي كمان خطاب التوصية بتقدم السفي بتاعك بتقدم بيان بكل العلامات الدراسية بتاعتك سواء كانت في المدرسة أو في الجامعة آآ أما بالنسبة لخطبات التوصية فلازم تقدم تلات خطبات توصية شهادة تدريب لو فيه اي شهادة تدريب تقدر تقدمها الحاجات دي برضو بتعزز موقفك تجاه المنحة وان انت تتقبل آآ مهم قوي ان انت يكون معاك شهادة تلقيح او شهادة التطعيم بشكل كامل والشهادات دي طبعا هم كاتبين على الموقع انواع اللقاح المفروض تكون خدته وكام جرعة منه فالحاجات دي مهمة جدا لو فيه لو قدمت الطلب بتاعك والاوراق بتاعتك وبدون شهادة التطعيم الرسمية للأسف الطلب بتاعك هيترفض. حاجة جميلة كمان كاتبينها على موقع الجامعة ان انت لو طالب دولي ومش عارف تسافر للجامعة تقدر ان انت تدرس عن بعض من خلال دورات تدريبية وتقدر تقدم على برنامج دورات التدريبية عن بعض. اه وتقدم. لو عايز تقدم احنا هنسيب لكم اللينك بتاع التقديم تحت في الدسكريبشن. تقدروا تدخلوا عليه وتشوفوا المطلوب منكم ايه وتقدموا من خلاله لو انتم مش هتقدروا تسافروا. اما عن التخصصات اللي بتقدمها الجامعة دي فهي بتقدم تخصصات كتيرة جدا. انا هسيب لكم اللينك تحت في الدسكريبشن. تقدروا تدخلوا وتشوفوا ايه هو التخصص اللي انتم عايزين تتخصصوا فيه. التخصصات كتيرة جدا. البيو كل التخصصات العلمية دي زي كل الحاجات دي تقدروا تدخلوا على اللينك انا هسوبركم تحت في هيبقى مكتوب لينك التخصصات وتشوفوا ايه هي التخصصات المتاحة في المنحة وتقدروا تقدموا من خلالها. اما عن الدول المسموح لها ان هي تقدم في المنحة دي فاغلب دول العربية مسموح لهم ان هما يقدموا في المنحة دي. عملية التقديم آآ من خلال المنحة دي اول حاجة بتتم بمراحل معينة حاجة اسمها مراجعة القبول ودي بتبعت ليه مكتب القبول والمكتب ده بيشوف ازا كان فيه اي ملفات نقصاك او اي مستندات نقصة من اللي احنا تكلمنا عنها ممكن تدخلوا على الموقع الاساسي للجامعة وتقدروا تشوفوا كل المعلومات دي من خلاله. كمان بعد كده الطلب بتاعك بيروح للجنة مراجعة اعضاء هيقدر تدريس وهم بيدرسوا بقى الطلب بتاعك وبيشوفوا البرنامج اللي انت اخترته. بعد كده لو تقابلت بيجي لك حاجة اسمها المقابلة الاكاديمية ودي بقى بيختاروك وبيقولوا بيعملو لك مقابلة اكاديمية بعد كده بتيجي المقابلة بتاعة الجامعة الاساسية ودي بيطلبوك شخصيا فيها او بيعملو لك مقابلة عن طريق بعد كده ده بيتم قبولك وبتيجي المراحل اللي بعد كده وهم بيبعتو لك بالايميل وبيقولوا لك ايه كل التفاصيل اللي هما محتاجينها منك. وطبعا التسجيل عن عن طريق الجامعة في المنحة دي زي ما بنتكلم في الفيديوهات اللي فاتت ان انت بتدخل وبتعمل انشاء حساب جديد على الموقع الرسمى للجامعة. بعد كده بتدخل وبتعبي كل البيانات اللي طالبينها منك للمنحة او اللي هو اسمه اه تقديم بيانات طلب المنحة. بعد كده بترفق كل المستندات اللي طلبوها منك مع اه الملف بتاع طلب المنحة وبتبعادها للجامعة وبتستنى مرحلة القبول. اخر معاد للتقديم في المنحة دي هو واحد مارس الفين اتنين وعشرين. لسه فيه وقت تقدروا تحضروا كل الاوراق المطلوبة منكم وتبعتوها للجامعة. زي ما قلت ان المنحة دي متوفرة بس لطلبة الماجستير والدكتوراه. متوفرة فقط للطلبة الدوليين. التمويل فيها بيكون تمويل كامل. كمان الرسوم ان انت تقدم في المنحة دي عن طريق الانترنت بتكون رسوم مجانية. ما بتدفعش اي حاجة. لو بالنسبة بقى المعدل بتاع الجامعة. فهي ما بتشتريتش تجيب ايه معين. انت لو جايب اقل من تلاتة تقدر تقدم على المنحة دي. اللي في الصورة اللي ظاهر قدامكم ده دي كل التخصصات بتاعة المنحة. آآ انا جبتها من موقع الرئيس بتاع الجامعة. تقدروا تشوفوها وتختاروا التخصص المناسب لكم. وبكده نكون خلصنا كلامنا عن المنحة بتاعت النهاردة. لو فيه اي سؤال اكتبونا تحت في التعليقات. وما تنسوش تعملوا لايك الفيديو ده. وتعملوا اشتراك معانا في القناة عشان تتابعوا معانا كل المنح اول باول. بالتوفيق لكل الناس اللي هتقدم في المنحة دي.